اذا التقريب الاساسي لهذه الاية بنحو يخرجها عن النجازة الاصطلاحية وهو ان نقول كما قالت جملة من الاعلام اعزائي نبدأ اعزائي بالفقيه الهمداني الفقيه الهمداني في ذيلي هذه الاية المباركة المجلد السابع في ذيلي هذه الاية المجلد السابع صفحة مائتين وستة وثلاثين يقول التفت يقول ويتوجه على الاستدلال لمن استدل بهذه الاية على النجازة الاصطلاحية الشرعية الاعتبارية ويتوجه على الاستدلال منع كون النجسي في زمان صدور الاية حقيقة في المعنى المصطلح من اين تقول ان المراد من النجاسة يعني النجاسة في باب ماذا في باب النجاسات في باب الفقه مولانا في وسائل الشيعة مولانا من اين هذا هذا في صدر الاسلام بل المتبادر هذا التبادر من اين عزائي هذا التبادر اللغوي العرفي الى اخره والتبادر علامة الحقيقة قرأتهم في علم الاصول بل المتبادر من حمل النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والانصاب والازلام في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس معناه اللغوي المتبادر منه ما هو من حمل النجس على المشركين معناه اللغوي الذي هو اعم من المعنى المصطلح فعلى من يريد ان يثبت المعنى الاصطلاحي لابد ان يقيم قرينة دليل حيث ان البحث قرآني لابد القرينة من اين تأتي اعزائي ها تأتي من الايات ولكنه ذكرنا فيما سبق انه في القرآن الكريم استعملت هذه المفردة في غير هذه الايات او لم تستعمل اذا لا طريق لنا في ان نرجع للقرآن وهذه اعزائي افتحوا لي قوس حاشية في الحاشية اعزائي بين قوسين التفتولي المفردات التي تكرر ذكرها في القرآن كثير تنفعنا في فهمها من خلال السياقات الايات من قبيل مفردة العرش تجد انه تكررت كثيرا من قبيل وهكذا المفردات التي تكررت يعني نستطيع ان نستعين بماذا ها لماذا مو بالمعنى الاساسي بالمعنى العلاقي اللي ايزيتوسك قال قال يعني من خلال تفسير القرآن بالقرآن اما اذا لم تأتي المفردة الا جنو الا مرة واحدة وكيف نفسر القرآن هذه تحتاج الى جهد اكبر مثلا من قبيل مفردة الكرسي وسع كرسيه العرش ورده لعله في ثمان موارد في القرآن الكريم ولكن الكرسي لم يرد ماذا الكرسي بهذا المعنى مو الكرسي بمعنى مجلس على سليمان مجلس على كرسي لا مراد الكرسي الذي جاء في آية الكرسي ما ادري واضحي ولا من هنا تجد اعزائي جملة من الاعلام مو واحد واثنين مولانا اكدوا هذه الحقيقة هذا المورد الاول المورد الثاني مولانا ما ذكره في القواعد الفقهية القواعد الفقهية لسيد البجنردي المجلد اعزائي الخامس صفحة ثلاثمائة وخمسة وثلاثين قال ان المراد بالنجس ليس هو المعنى المصطلح بين الفقهاء ليس هو المعنى المصطلح الذي هو احد الاحكام الشرعية الوضعية بل المراد هو المعنى الذي يفهمه العرف من هذه اللفظات لماذا؟ اذ الخطابات الشرعية على طريقة المحاورات العرفية بلزان عربي مبين اذ لم يخترع طريقا خاصا لتفهم المكلفين فان كان في مورد ارادته من لفظ في مورد ارادته من لفظ غير ما يفهمه العرف فعليه ماذا؟ فعليه البيان ويوجد هنا بيان او لا يوجد بيان طبعا بعدنا لم نصل الى ماذا؟ الى البحث الروائد نتكلم الان في البحث القرآني ولا شك ان معنى العرفي المعنى العرفي للفظ النجس هي القذارة فلابده ان يحمل على قذارة النفس وخباثته لماذا؟ لماذا تحملها؟ ما تحملها على قذارة الجسم يقول بحسب الظاهر جسمه ماذا؟ النظيف مولانا ما بأي قذارة مولانا فلابده ان يحمل على قذارة النفس وخباثتها لا قذارة البدن لأنه ليس في أبدانهم قذارة مما أزيد مما في أبدان المسلمين إلا يكون ماذا أحسن بل حال من هذه الجئة مع المسلمين سواء فيكونوا أجنبيا عن موردي ماذا عن موردي البحث هذا المورد الثاني أعزائي المورد الثالث ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه أعزائي السيد الخوي في التنقيح أعزائي في التنقيح الموجة المجلد الثالث أعزائي في هذا البحث يقول في صفحة 43 بحسب ما عندي في بحث نجاسة الكافر يقول بل الصحيح أن يقال إن النجس عند المتشرعة وإن كان بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة من أين تقولون أن النجاسة في الآية يعني النجاسة أين في وسائل الشيعة هذا من أين تقولون في الرسالة العملية باب النجاسات هذا من أين لجوازي أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الإصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا مو فقط في باب المشركين في باب الدم من نفس الكلام في باب البولم نفس الكلام في باب في كل النجاسات من أين تثبتون أنه في صدر الإسلام إذا وردت في آية نجاسة يعني مراد نجاسة شنو؟ الإصطلاحية إذا وردت في كلام الرسول مراد نجاسة ماذا؟ إصطلاحية هذا من أين؟ إلى آخر هذا من المورد الثالث أعزائي في هذا المجال المورد الرابع أعزائي ما ذكره؟ الشيخ اللينكراني أعزائي الشيخ اللينكراني أعزائي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المجلد الثالث أعزائي صفحة 629 هناك أيضا يقول والإنصاف أنه لا دليل لنا على إثبات هذا المطلب ومن البعيد أن يكون للشارع في النجاسة والقذار إصطلاح خاص لا سيما إلى آخره إذا مراد هو ماذا؟ هو المعنى العرفي وهو الأمر المستكره عند العقلاء ومورد التنفر ماذا؟ بينهم هذا من المورد الرابع أعزائي المورد الخامس أعزائي ما ذكره أعزائي السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الشهيد الصدر أعزائي في الشرح العروة الوثقة المجلد الثالث صفحة 327 قال وعلى هذا الأساس يقال بأن لفظة النجاسة يمكن حملها على معناها الحقيقي اللغوي أي القذارة فلا تعطي إلا الطعن في المشركين بالقذارة والوساخة وحيث أنها لا يمكن أن تكون جسدية إذن تحمل ماذا؟ نفس الذي قاله السيد البجنوردي ولا موجب لحملها على الفرد الاعتباري مراد الفرد الاعتباري ماذا؟ يعني المعنى الاصطلاحي الشرعي من القذارة المدعاتي في المقام شكرا